السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء طلاب الصف الثاني الاعدادي اهلا بكم في فيديو النهاردة وعدناكم قبل كده بعد ما خلصنا الجغرافية الخاصة بشهر ابريل 2021 معنا النهاردة مجموعة من الاختبارات الاسترشادية المهمة جدا متوقع يجي منها ان شاء الله امتحان شهر ابريل من مادة التاريخ مادة التاريخ عندنا طبعا الدولة الايوبية والمماليك وروائع الحضارة الاسلامية في الحكم والادارة والنظام الاقتصادي والاجتماعي فوق معنا ونبدأ باسم الله تم قتل طوران شاه على يد المغول والصليبيين والمماليك والعثمانين طبعا على يد المماليك تنازلت شجر الدر عن حكم مصر لزوجها عز الدين ايبك انتصر سايف الدين قطز على المغول في معركة عينجلوت استطاع الاشرف خليل ابن قلوون طرد الصليبيين من عكا واللي تدهورت احوال دولة المماليك بعد اكتشاف طريق طبعا طريق رأس الرجاء الصالح تم بناء مدينة القاهرة على يد القائد جوهر السقلي ده طبعا مش علينا في شهر ابريل لكن كان في شهر مارس حكم نقط مصر بعد مقتل عز الدين ايبك طبعا المنصور علي ابنه اللي عزله سايف الدين قطز طبعا لما جه الخطر المغولي او تطار على مصر تم استرداد امارة الرهة على يد عماد الدين زنكي عام 1144 ميلادي جعل الصليبيون مدينة نقط مملكة لهم نظرا لأهميتها الدينية طبعا بيت المقدس استطاع جيش نور الدين محمود بقيادة نقط من الانتصار على الصليبيين طبعا اسد الدين شريكو استطاع جيش نور الدين محمود بقيادة اسد الدين شريكو من الانتصار على الصليبيين انتصر صلاح الدين على الصليبيين في معركة حطين عقد صلاح الدين الايوبي صلح الرملة مع ملك نقاط طبعا مع ملك انجلترا يبقى عقد صلاح الدين الايوبي صلح الرملة مع ملك انجلترا بعد كده نص صلح الرملة على بقاء نقاط في قيد المسلمين طبعا بيت المقدس في قيد المسلمين اول امرأة تتولى حكم مصر في العصر الاسلامي هي شجر الدور ومعنا جماعة مجموعة أخرى من الأسئلة عقد صلاح الدين صلح نقط مع ريتشارد قلب الأسد اللي هو ملك انجلترا اللي لسه علينا عليه طبعا صلح الرملة ينتب العباسيون طبعا دلأ دي مش تابعنا مش في شهر أبريل صلاح الدين نقط الأصل طبعا هو كردي الأصل من الأكراد من شمال العراق انتصر سيف الدين كتز على المغول في معركة عينجالوت استردى الظاهر بيبرس إمارة نقط من الصليبيين طبعا الظاهر بيبرس استردى إمارة أنطاقيا من عيد الصليبيين وصياتي يا شباب لكم جميعا خلي بالكم لازم نقرأ الجملة مرة واثنين ونركز كده بالراحة علشان نقدر نوصل للحل الصحيح وياريت لما يليجي نحلي يا جماعة نحلي بالقلم ورصاص الأول علشان بعد كده لو حصل خطأ ولا حاجة أرجع لها بسهولة وأظللها بكل سهولة عشان ما يباش شكل بس الورقة كلها وحش وربنا سبحانه وتعالى يوفقكم ياريت يا جماعة شير للفيديو ولايك والاشتراك بالقناة ونعمل شير للفيديو قام كوتوس بعزل نقطة لصغر سنيه في مواجهة أخطار الغاز المغولي طبعا عزل المنصور علي انتصر سائف الدين كوتوس على المغول في معركة عين جالوت ده سؤال مكرر يعني قلناه قبل كده بعد كده استطاع نقطة تحرير إمارة انتاكيا من أيدي الصليبيين طبعا الظاهر بيبرس استطاع الأشرف خليلي بن قلوون طرد الصليبيين من عكا أصبحت مصر ولاية عثمانية عام 15-17 بعد موقعات الريدانية طبعا الريدانية اللي هي العباسية حاليا بمصر السلطان الأوثماني الذي انتصر على المماليك وقضى على الدودة المملكية هو السلطان من سليم الأول ومعنا مجموعة أخرى من الأسئلة إن شاء الله المتوقعة في امتحان أبريل بإذن الله استطاع جيش نور الدين محمود بقيادة نقطة الانتصار على الصليبيين طبعا بقيادة أسر الدين شيريكو استطاع صلاح الدين تحرير نقطة عام 11-87 ميلادية طبعا تحرير بيت المقدس من أيدي الصليبيين وكان ذلك في معركة حطين انتصر صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في معركة طبعا لسا علناها دلوقتي في معركة حطين عقضة أو سوء آسف عفى صلاح الدين الأيوبي عن الأمراء الصليبيين عدا طبعا لم يافوا عن أرنات وطبعا صلاح الدين قتله بأيديه قتله بنفسه لأنه هو اللي كان بيستوقف الحجاج المسلمين ويقوم بقتلهم وسلب أموالهم عبد صلاح الدين الأيوبي صلح الرملة مع ريتشارد قلبي الأسد زي ما احنا لسا عيليين آخر صلاطين الدودة الأيوبية هو تورانشاه أسس نؤة دولة المغول طبعا جانكيز خان هو تغلطه وتقوله لا كلها جانكيز خان هو المؤسس لدولة المغول آخر خلفاء الدودة العباسية هو المستعصم ده طبعا جزء ده مش مقرر علينا كان في شهر مارس طيب تم إحياء الدودة العباسية مرة أخرى على يد نؤة عام 659 هجرية طبعا الظاهر بيبرز استطاع الأشرف خليلي بن قلوون تحرير نؤة من أعيدي الصليبيين صور ولا صيدة ولا عكة ولا كل ما سبق طبعا يبقى كل ما سبق وطبعا المناطق دي جماعة موجودة في بلاد الشام تقع على البحر المتوسط انتصر النؤة على المماليك في مصر والشام طبعا سليم الأول هو الانتصر على المماليك استطاعت نؤة إسقاط دولة المماليك في مصر والشام طبعا الدولة العثمانية ومعنا دولة يا جماعة مجموعة من الأسئلة الدولة الخاصة بدروس روائع الحضارة الإسلامية في الحكم والإدارة وكذلك النظام الاقتصادي والاجتماعي وأول نقطة معنا الديوان الذي اختص بأهل الزمة يسمى دوان الجهبازة يبقى حفظها كده الزمة الجهبازة الزمة الجهبازة هنا ذا وهنا ذا ماشي دوان يختص بجمع ضرائب الأرض الزراعية هو دوان الخراج أي يعتمد على ما تخريجه الأرض النقطة الثالثة يختص دوان بجمع الزكاة وتوزعيها على المحتاجين طبعا الصدقات طبعا الزكاة والصدقات يعني مرتبطين ببعض سهلة الحفظ مش صعبة من الدووين التي ظهرت في عهد الدولة العباسية دوان الأحداث وده كان بيختص بجرائم الأطفال بعد كده عرفت الوزارة كوظيفة رسمية في عهد الدولة العباسية أو العباسيين طبعا النقطة التالية أصبحت الحسبة وظيفة رسمية في عهد نقطة ويعرف صاحبها بيئة المحتسب طبعا في عهد العباسيين والمعروف يا شباب أن نظام الحسبة هو خاص بيئة الأسواق ومراكبة المكايل والموازين طبعا نظام الحسبة هو نظام قديم في الإسلام ولكن نقطة اللي بنأكد عليها أن تطورت في عهد الدولة العباسية طبعا يبقى تطورت الحسبة تطور فائق في عهد الدولة العباسية وأصبحت وظيفة رسمية ويعين صاحبها ويطلق عليه اسم المحتسب خلي بالك يا شباب ومع مجموعة أخرى من الأسئلة أنشئ بيت المال في عهد الخليفة عمر بن الخطاب طبعا النقطة الثانية من إرادات بيت المال الجزية وللركاز وللغنيمة ولكل ما سبق طبعا كل ما سبق إرادات بيت المال كانت الجزية والركاز والغنيمة بالإضافة إلى العشور والزكاة من مصروفات بيت المال الزكاة وللعشور وللخراج وللرواتب الإجابة طبعا هنا الرواتب طبعا كان بتدفع رواتب العاملين بالدولة من هذا البند طبعا من بيت مال المسلمين كان الدينار البيزنطي يصنع من طبعا الزهب وتغلط وتقول الفضة لا الدينار البيزنطي من الزهب لكن اللي كان بيصنع من الفضة هو الدرهم الفارسي بعد كده ظهرت أول عملة إسلامية في عهد الخليفة نقط طبعا يا جماعة أول عملة إسلامية ظهرت في عهد الخليفة احفظ اسم ده عبد الملك ابن مروان يبقى الخليفة عبد الملك ابن مروان يا جماعة هو اللي قام بسكة أول عملة إسلامية وهو اللي أدخل بعض التعديلات على العملات عشان تأخذ الشكل الإسلامي فكانت طبعا بتكتب عليها الشهادتين واسم الخليفة ومعنا مجموعة أخرى شباب من الأسئلة أنشأ بيت المال في عهد الخليفة طبعا الخليفة عمر ابن الخطاب كان الدينار البيزنطي يصنع من لسألنا يا شباب وهو الزهب يريد فعلا لو أنتم مستفدين من هذا الفيديو وأضاف ليكم معلومات جديدة واسلوب جديد في الفهم والاستعاب ما تبخلوش علينا بلايك الاشتراك في القناة وتشير الفيديو طب نخش على كمان نقطة دخلوا الإسلام ولم يكونوا من العرب من الهم دخلوا يا جماعة الإسلام ولم يكونوا من العرب أهل الزمة ولا الموالي ولا الشيعة ولا الخوارج طبعا الموالي والموالي طبعا دولي كان منهم صهايب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي بعد كده ما يحصل عليه مسلمون في فتوحاتهم الإسلامية هو نقط الركاز ولا الزكاة ولا العشور ولا الغنيمة طبعا الغنيمة يبقى الغنائم هي اللي كانت يعني بتأخذ من الحروب ضريبة فرضت على بضائع التجار غير المسلمين دي طبعا كانت اسمها ضريبة العشور أول الخلفاء الذين سكوا أول عملة إسلامية لسه إلنا يا شباب اللي صحي معايا طبعا هيركز وهيقول إن الإجابة هي عبد المالك ابن مروان ونقطة أخرى يا شباب من أشهر الموالي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم صهايب الرومي ولا بلال الحبشي ولا سلمان الفارسي ولا كل ما سبق طبعا الإجابة هي كل ما سبق تم إلحاق نقطة بأهل الذمة في عهد عمر بن الخطاب المجوس ولا الصابقة ولا البربر ولا كل ما سبق طبعا المجوس والمعروف طبعا يا جماعة إن أهل الذمة هم أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى قام سيدنا عمر بن الخطاب رضا الله عنه بإلحاق المجوس إلى أهل الذمة من أشهر السيدات في تاريخ الدولة الإسلامية السيدة خديجة رضي الله عنها ولا السيدة عائشة رضي الله عنها ولا السيدة أم عاطية الأنصرية رضي الله عنها ولا كل ما سبق طبعا الإجابة هي كل ما سبق أحب أن أهل يا جماعة النقطة مهمة جدا وهي إن في وضع الامتحان من المقرر إن ما يجيش حتة أو نقطة كل ما سبق في أي امتحان خاص بالاختيارات فدي النقطة ديت مستبعدة حتة كل ما سبق دي مستبعدة إنك أنت تلاقيها في أي اختبار دي طبعا تعليمات يعني جاية لوضع الامتحان طيب في النهاية يا جماعة أتمنى إن يكون الفيديو حاز على إعجابكم وعلى رضاكم وأضفت ليكم شيء كويس يعني ساعدكم في المذاكرة في المذاكرة وتسهيل مادة الدراسات ربنا يقفاكم جميعا ما تبخلوش علينا بلايك وشراك بالقناة وربنا يقفاكم وعملنا بقى شير للفيديو وربنا سبحانه وتعالى يعني يكتب لكم النجاح والفلاح ومش عايز أطول عليكم بقى إلى اللقاء